ومروا وراحوا وشفنا نسحلوا نعدموا نسجنوا نهانوا تهجروا السلطة كلش حلوة والزعامة تخبر والأحلى من هذا وذاك لما السلطة والزعامة تجراهم على صاحبها مثل ما نقول تشيسوا سبيل والذي يصير زعيم أو تجيس سلطة الله يجيبها إلى ويزعام ربعة عليه أن يدرك أنه ليس أفضلهم ولا أعلى منهم شأن ولا يتحول إلى سلطان عليهم عليه أن يفهم أن أهل وربعة شرفوه لقضاء حوائجهم وتسهير أمورهم السلطة مثل الدهر تفتر الدور تجيك مرات بس يشوفك رب العالمين وشقد عندك مخافة الله وشقد رزيك تصير بالقاع أو لا تشوف العالم من طرف خشمك ومروا وراحوا وشفنا نسحلاوا نعدموا نسجناوا نهانوا تهجروا ليش لأنهم نشغلوا بالسلطة وغرتهم السلطة ومنافع السلطة وشهوات السلطة والعنات السلطة بس للحقيقة والتاريخ نقول مرات العيب مو بس بالحاكم مرات العيب بالحواشي والدائر ما دائرة واللابسين الهاشمي واليعرفون يدبتون شو أدنون الحاكم خبروه سيدي شايف من تضحك سيدي شايف مشيتك سيدي شفتش قلت بالخطاب سيدي سيدي إلى أن يسودنوه خبروه وهذا المسكين يعتقد أنهم كانوا معه صادقين فيضيع ويضيع مرحلة وتنتهي اليوم الولد والبارحة والعام أو قبل عشرين سنة يوميا عدنا رباب بهذا البرنامج اتعاركوا اتغالطوا اتفقوا اجتمعوا راحوا رشحوا يا بشل الموضوع موضوع الاستحقاقات وموضوع الزعيم وموضوع الرئيس متى ستنتهون من هذه الاستروانات ومتى تنتهون أن هذا استحقاق فلان وهذا استحقاق مكون وذاك استحقاق كتلة وهذا استحقاق مذهب وهذا استحقاق فلان وهذا الذي يركز به في كل حلقة انكم قد جربتم لمدة عشرين عام الحكمة وفقا لهذه الرؤية وفشلتم يرحمكم الله ان كان لكم بقايا من الرحمة حاولوا ان تجدوا منهجا افضل من هذا هذا الزعيم السني وهذا الزعيم الكردي وذاك الزعيم الشيعي زين ورح الزعيم العراقي ورح هذه الادبيات التي جئتم بها وهي مسميات سميتموها أنتم وآباكم ورجالاتكم وأحزابكم ولبئس ما سميتم دمرتكم ودمرتنا وأنهكتكم وأنهكتنا انتهوا يرحمكم الله